عموما وإن كانت تختلف درجات الإيمان عند الناس وإن كانت تختلف طريق التطبيق الممارسة الدينية أو العبادة ولكن كل الناس كل البشر في لحظات الخوف في لحظات المصيبة في لحظات الألم تقول يا الله يا رب دخيلك ساعدني يا الله كوم معي أو بتفق بالليل مرعوب بتقول بسم الله أو يعني فيه شغلات هي بتطلع بالفطرة باللاوعي خلص تم اختزانة في باطنك لما بتخاف فجأة شو بتقول؟ لا أشرح لك هاي الفكرة أو لما بتنوجع كثير ما بتقول يا رب دخيلك؟ هلأ نحن بحكم الإنسان هو شخص اتكالي يعني نحن بطبيعتنا البشرية لازم كل شي نحط تقلنا عليه يعني هلأ أجد فكرة تبع اللغو اللي أنت عم تقوله حضرتك تبع أنه نحن نقول يا رب دخيلك أنا موجوع يا كذا كذا هي فكرة نزرعت براسنا أنه تبع الله هو المنجي يعني أنت بأي حالة وجع بأي حالة كذا حتلجأ الشي اللي تقدر تتكال عليه أو تكون حالة لغو هلأ أنا من الأشخاص اللي وقت فكرت ووصلت لمنطق أنه أنا مثلا سني عم بيجعني لأنه العصب ملتهب أنا ضاع جزداني لأنه أنا مالي حطه بال مفهوم تمام مفهوم فأنا ما في عندي طريقة لأنا قادر أتكال فيها على الله أنا ما عندي سبب لأتكال عليه فيه يعني أنا مثلا بقعد بيني وبنفكر بين حالي أنه ليش أنا مثلا بدي قول يا الله دخيل وقت تكون موجوع وبدي فكر نفس الوقت ليش مثلا بيقلولك أنه الله اللي خلص يصير معك هذا المرض طب أنه ليش أنا بدي قوله يا الله دخيل لك وأنت عم تمردني أساسا طب جاوبني على السؤال ببساطة وشديدة ما بتطلع منك بدون ما تنتبه هلأ أرجع لك فكرة اللغة ولا مرة فقت بالليل مرعوب وقالت بسم الله هلأ هي هي تمام لا ولا مرة ولا مرة قبل وتكنت شخص متدين هلأ هلأ بدن لا حقال لها شغلة هلأ تتأكد أنه اختيار وليس تربية تمام لا حقال لها شغلة حتأخذها هي حتجيب من باب الضحك أو شي هلأ أنا صار عندي عادة طبعا هي كانت أول شي مزحية طبع بتعرف زيوس إلى هراد عند الاخرية كذا بدر شوف فأنا صارت عندي عادة طبعا يا زيوس زيوس معك زيوس فصارت أنا تطلع معي هي يعني ما أطلعت معي هديك صارت هي لا شعورين تطلع معي رح حول نفس السؤال اللي عندك ألان لو سمحت ألان بوقتها بتخاف وقتها بترتعب وقتها بصير شي يا أخي وقتك تعزي بدال الله يرحمه وشو بتقول أكيدا أنا نحن معفوان باعتبار نحن موجودين بمجتمع إسلامي فنحن مضطرين بكل أسف بالنسبة اللي بكل أسف أنه نحن نتعامل مع الناس بأنه الله يرحمه ولا تخاف مثلا زي واحد عندهم شكلة لا تخاف بكرة الله بيفرجع عليك يعني بتستخدم كلمة الله في كلامك طب بينك وبين حالك ولا مرة التيا رب دخيلك أو صارت معك شو يا الله أكيد بتصير كتير بتصير بتصير بس مولا أنه أنا قاصد أو شي لأنه هي لغو مثل ما أنت قلت لغو متعود عليها متعود معنى الشادي الآن معنى الشادي الآن دائما نحن مثل ما حكى أنه نحن بمجتمع ديني هلأ في شي بيقلك الاستغلال استغلال الكلمة يعني أنا مثلا تكون عايد مع شخص متدين ببساطة ممكن أقول له والله هيك صارت القصة و هو يصدقني بطبيعته أنه هو شخص متدين بغض النظر إذا أنا مؤمن بالفكرة ولا لا فنحن فينا كمان نستخدم موضوع الاستغلال لهذا الموضوع ببساطة محمد نفس الموضوع لو سمحت اسمعك محمد هلأ هو هذا الموضوع كتير بيتم التعليق عليه يعني بس ما في فينا كتقول أنه أنا لما تسميت محمد أهلي سموني أنا ما كان إلي خيار بالاسم يعني وعدة أشخاص بيعرفوا أنا كيف فكر باللولي في تناقض بين فكره واسمه بس بالنسبة لموضوع اللغو فعلا لحنا يعني قبل ما تسأله السؤال أنا كاتب على الورقة العمر إليك والله يرحمه هي مصطلحات لحنا كتير بتكون لغو بتطلع منا بس هو شي مجتمعي لحنا هذا الكلام تعودنا نحكيه بشكل هيك روتيني لأنه لحنا ما فكرنا بالأصل شو يعني ممكن كتير لحنا مصطلحات نحكيها ما نكون عرفاني شو معناتها بس هو بالمجتمع هيك بتنقار وحتى مبارح تحديدا صار معي حادسة أحد الأشخاص عم يحكي حديث يعني راح عند شيخ بده يعمر بيت على إنه بناية أربع طوابق فسأل الشيخ قال له ادعي لي اقدر عمل عفون اقدر عمر يعني طابق رابع فقال له الله يعمر قلبك بالإيمان وفرحان إنه هو راح عمر طابق الرابع وما حدا قرب عليه وما حدا حكى معه ليش؟ لأنه الشيخ دعاله طيب شو قلو علاقة يعني لو وجه حدا طقلك برغي بالمحافظة شو كان راح يفيدك كلام الشيخ هاي مواضيع أخرى كيف بيتعاملوا معك أهلك محمد هل تجاهر بإنك لا تؤمن؟ أنا ممكن بالبيت جاهر بيني لا مؤمن وبين أصدقاء المقربين بس غالبا بمجتمع أنت كامل ما فينا كوين ما كان أنت جاهر بهذا الموضوع لأنه ممكن أشخاصية ما تكون تتعامل معك على أنت كشخص كإنسان ممكن تعاملك على أفكارك بالمقابل فيه أشخاص كتير مقربين مني مثلا برمضان كلهم يسألوني ليش ما بتصوم؟ بعيدا عن ليش ما بتصوم وليش ما بتصلي هذا نقاش آخر أهلك أخذوا دور في محاولة فهم ما الأسباب أو ما الأفكار يلي دارت عندك لحتى وصلت لهذه القناعة هل كان لهم دور توعوي تدخلي سألوك فتحوا نقاشات أم تركوك تاخد قرارك بشكل مستقل؟ هل أنا راح حكيك بصراحة والدي والدي أشخاص يعني ما فين يقول متدينين بس هنين بيصلوا بيصوموا وبيأدوا الفرائد الفرود بس بالمقابل النقاشات تبع الألحاد أو هي كانت نقاشات واردة دائما وكان ممكن النقاش مثل ما تفضل الدكتور إنه ممكن ما يكون في حجة يعني قد ما كان فيه نقاش لايلاهوا نهاية للنقاش فهون خلاص بيتسكر الحديث يعني كان فيه كان فيه نقاشات ايه… وأنا ممكن الاقي إنه مثلا والدي ما يقتنع بكلامي بس أنا ممكن الاقي أنه والدتي إلى حداً ما تقتنع بكلامي بس هي عم تمشي مثل مجتمع الكل يصوم هي تصوم، الكل يصل وهي يتصلي هي عم تعمل الشي اللي تعودته والشي اللي ربيت عليها والشي اللي أهل وصلوا لي calendar بس هي يعني ما حاولت تتغير الشي اللي هي خلقت عليه أو اللي تعودت عليه كمان بس في نقطة لو سمحتني أنا بس حكيت قبل شوي الأخ شادي قال لي أنه ممكن أنت إيمانك بقوة خارقة أو قوة عزمة أو شي هذا يكون ربوبية ربوبية هي نوع من أنواع اللا دينية أنا ممكن أقول ممكن يكون في قوة عزمة بس أنا لا أؤمن بوجود قوة عزمة ليست متأقناً بوجودها هذا الشيء بيكون من اللا أدرية خليني تفضل عندك قصة سريعة أيضاً الدكتور أو الأستاذ اللي كان معك على الهاتف يعني انسيت اسمه نعم الأستاذ عبد الله سريد هو قال أنه هذا الشيء ممكن يكون جديد ناتج عن داعش أو كره من التصرفات الإسلاميين أو الأديان التاني بغض النظر شو كان الدين في شيء أصلاً قبل الإسلام كان اسمه الدهريون نعم هدول أشخاص كانوا رافضين للدين وما كان لهم علاقة بأي دين ولكن من وجود الدهر يعني أو أنه نوع من الدهر وحتى ممكن لحنا نقول أنه هن بالإسلام حسب تفسيرات القرآن بالقرآن كانوا مذكورين حسب تفسيرات سأذكر رشيلة عم تقوله اسمح لي بس بساعد الناس أيضاً بفهم الموضوع من خلال مجموعة من المعلومات كلمة ملحد ظهرت للمرة الأولى بالقرن الثامن عشر وظهرت بكثرة بان الثورة الفرنسية يلي كانت ثورة تدافع عن العقل وتتراوخ طبعاً الحجج الحادية من الفلسفة إلى المجتمع إلى التاريخ وفي حجج كثيرة ولكن بكل الأحوال ليس هناك أيدولوجيا واحدة للملحد كل ملحد يفسر إلحاده بطريقة تختلف عن الملحد الآخر البعض يمين باتجاه العلم والتشكيك والطبيعة والمورئيات والبعض الآخر يعتقد أن الإلحاد لا ينفي وجود أديان ولكن قد لا تكون مؤمن بأحدها يرى البعض أن الإلحاد هو نظرة أكثر صحة من الألوهية وعب الإثبات يقع ليس على عاطق الملحد ولكن على عاطق المؤمن أنه لست أنا مطالبة بأن أثبت لك أن الله غير موجود أنت كمؤمن أثبت لي أن الله موجود ترجمة نانسي قنقر